اكد صاحب سمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة مملكة البحرين لتبني السياسات والبرامج التي تعزز مسارة تطوير سوق العمل لافتا سموه الى ان الحكومة تحرص دائما على صياغة السياسات والخطط والبرامج وتطويرها بما يسهم في توفير بيئة العمل التي تحفز على تعزيز الانتاجية والانجاز بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد أنتونيو فيتورينو مدير عام المنظمة الدولية للهجرة حيث نوها سموه بما وصل إليه التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة من مستويات متقدمة على كافة الأصعدة وأشهد سموه بالدور الذي يطالع به العمال بمختلف ميادين العمل في مسيرة النهضة والتطوير والتنمية وأكد سموه أن كل إنجاز تحقق في أي مجال أصبح اليوم مصدر فخر واعتزاز من قبل كافة عضاء فريق البحرين من مواطنين ومقيمين كما أكد سموه أن مواصلة مملكة البحرين لخمس سنوات متتالية الحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالبشر يعكس الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات والأجهزة المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد ونجحت في تعزيز مكانة مملكة البحرين عالميا في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ويحفز الجميع للاستمرار ومضاعفة العمل من أجل تحقيق التطلعات المنشودة في هذا الشأن كما تم خلال لقاء استعاراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة بما يدعم تبادل الخبرات والممارسات في المجالات ذات الصلاة بعمل المنظمة الدولية